انا مصري بحب بلادي وأهلاها عايش عشانها ما عنديش أغلى من النار مشينا افطارين هنكملو دي بلدي وكتبكت فهام اللي اهضر عليم انا هعملو المتبوت على الطعام نحن وراء ومكملين مشوارنا لسه طوي سوا يا مصريين فاتل كتير باري القليل على حلمنا جوه التاريخ احنا اللي ماتوا باسمنا احنا الاساس احنا الرياضة طول عمرنا حرب وسلام فندي وسياسة كله بادئ من هلا اشينا افطارين هنكملو دي بلدي وكتبكت فهام اللي اهضر عليم انا هعملو المتبوت على عرضها نحن وراء ومكملين مشوارنا لسه طوي سوا يا مصريين فاتل كتير باري القليل على حلمنا اطمنوا على مصر بيكنتوا عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيحوا ده نحنش بكالنا والشهيد عايش ما ماتش كانوا حق وقواب ما ماتش وابن الشهيد ده ابن مصر وفي عينينا كلنا كل عمرك كنت على بلدنا مخلص وعمير انا مبخافش ابدا وقفت في وش الشر واحلو سنين وسنين انت اللي رسمت طريق بطران المصريين لو كنتو خفت انت زمانكو دلوقتي كلكو في خراب وضماء في البلدي هنكملون بلدي وكتف بكت فهان اللي احضر عليم انا هعملوا من متموت على أرضاه نحنا وراء ومكملين مشوارنا لسه طوي سوا يا مصريين فاتل كتير باري القليل على قلبه رجل واحد محدش يا داري عبد المعنى ده رئيسي وهو ده اللي مصدقه الدولة دي مش بتاعت الحكومة اللي عمره في يوم غير رده الدولة دي بتاعتنا احلم كتير على ايده هو اتحققت ده ربيبا مش إنا فطرين هنكملون بلدي وكتفي بكت فهان تبتا خير لكن إنا فطر عليم أنا هعملوا من متموت على أرضاه ولادي الشهيد بيقولوا شكراً لللي جايد حقنا سمرود حلمك كبير بقوة غاشرة بس لأربل عشان فراعي ربنا وأهم شيء حبه قربه مننا وأمنه مخلص قفلينا كلنا سيجد وعابد يعني عارف رفضا وشينا في طريق هنكملو دي بلدي وكتفكت فهر للأحضر عليم أنا هعملو إنه نموت على أرضا كنت متصور والله العظيم تلاتي إن المصير ما هيستحمل لكن الحكمة العجيبة إنه مستحمل دور الجدعان يا رئيس قوي جداً يقول ما إحنا بخير وسلام وأمار جداً الحول لله رب العالمين متشكر جداً مش باسم باسم كل المصريين